السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن رؤية السكين في الملام ولكن من يرغب تفسير رؤية أو حلم نرجو وضعه في التعليقات وسنقوم بتفسيره مباشرة قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وشكرا على الدعم رؤية شخص يخفي خلف ظهره سكينا في الحلم فهو شخص ماكر يجب الحزر منه ومن نال سكينا في المنام قد ينال قوة من خادم ومن اتلع في المنام سكينا أكل من مال ابنه ومن رأى أنه يسن السكاكين للناس مقابل أجر فحسب حال الرأي إن كان صالحا فهو قاضي وإن كان فاسقا فهو يؤجج الفتن بين الناس والله أعلم ومن رأى أنه يشتري سكينا في المنام يحتمي بقوة أما من رأى أنه يبيع سكينا في المنام فيتنازل عن مصدر قوته ورؤية سكين ملطخ بالدم في المنام جرح مشاعر العامل أو الخادم أو الولد والضغط عليهما ومن رأى أنه يجرح نفسه بالسكين فهو يلوم نفسه ويجلدها ومن رأى أنه يرفع السكين للتهديد في المنام فذلك دليل سفاهة وفجور ومن رأى أن بيده سكينا وكان في خصام دل على انتصاره بالبرهان والحجة ويقول ابن سيرين أن سكين المائدة في المنام إن لم يستعمله الرأي دل على أن الله سيرزقه ولدا حسنا ورؤية البحث عن السكين في الحلم تدل على البحث عن مساعد أو أجير ومن رأى أنه يرمي من يده سكينا يتخلى عن خادمه أو معاونه ومن رأى أنه يطعن غيره بالسكين فهو سيجرحه بالكلام أما من رأى أنه يتعرض للطعن بالسكين في المنام فهو يعرض نفسه للتهم والموت بالطعن أو النجاة من الطعن في المنام فهو الصبر على كلام الناس أو تجاهل كلام الناس ومن رأى أنه يخاف من السكين في المنام فهو يخاف من النقد والله أعلم من امتلك في المنام سكينا ينال زوجه إن كان أعزبا وإن كان ينتظر مولودا سليم مولوده والسكين الصدق في الحلم يدل على انفصال وعلاقات تشوبها التزمر والسكاكين الحادة في المنام تنبئ بالقلق من أعداء خطرين والسكين المكسور في المنام هزيمة في العمل وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة